محمود شاكر ربنا خليك كابتان ومساول فول على جميع السادة ومشاهدين مشاهدين قناتنا دي الأهل في كل حتى بطولة الأمم الأوروبية أنت بطولة شايفها إزاي هل بعض الناس بتشوفها أو المدربين أنها بطولة هامشية هل بتشوف أن البطولة ديت لبعض الأندية أو بعض المنتخبات آسف تأهيل لكاس العالم أو تجارب لكاس العالم عايزك تقول لي تقييمك لغاية دلوقتي لهذه البطولة بعد خلاص أعتقد النهاردة وبكرة يكون الجولة الستة والجولة الأخيرة من دور المجموعة بالزبط هي لها نظامك كده غريب كابتان هاني خلينا متأكدين وعارفين وننتفق أن الاتحاد الأوروبي هو أكتر اتحاد قاري في العالم بيقدر أن هو يجيب فلوس ويقدر يعمل فلوس باستغلال الموارد اللي موجودة عنده سواء موارد بشرية كلعيبة كرة ومدربين وجماهير أو سواء كموارد المادية كمثلا الملاعب وكلام ده كله ما فيش بطولة قوية للمنتخبات أكيد في أوروبا غير اليورو وأكيد برضو في نفس الكلام البطولات الأندية شامبينزيج والأوروباليج فما فيش غير التصفيات بتاعت كاس العالم تصفيات كاس أوروبا فهما قالوا احنا ممكن نستغل القصة دي ونحن نعمل بطولة دورة الأموروبية ونقسمها كاتيجوريز بحيث الكاتيجوري الأولاني يبقى الرانكينج بتاعه من رقم واحد لستاشر بيقسموا أربع وهاكذا لغاية المجموعات التانية البطولة أكيد ما بتحضاش بنفس الأهمية بتاعت اليورو أو بتاعت البطولات الأندية ولكن هي زي ما قلنا كده كابتن بسبب طبعا تقارب في أوروبا الدول كلها جمع بعض وسهولة السفر وكلام ده كله زائد سهولة المباريات وكلام ده كله فخالت أن الناس دي تأمل البطولة دي ولكن حتى لما نيجي نبص على اللعيبة نيجي نبص على المدربين نيجي نبص على الناس اللي بتتكلم عن شغافهم أو دوافعهم من هما يكسبوا البطولة ما فيش شغف كبير أو ما فيش دوافع كبير حتى كابتن المتابعة كمان للبطولة مش المتابعة طبعا اللي موجودة لليورو ولكن هما شافوا أن بدل ما نعمل أجندة دولية في المبارات الودية لأحنا ممكن نعمل بطولة رسمية شبه بطولة ودية ونشوف فيها منتخبات كبيرة بتلاقب بعض زي ما قلت كابتن أن هما قسموا الموضوع كاتيجوريز وفي نفس الوقت شوفوا مبارات قوية مبارات زي حاجة كشبه دولي السوبر اللي هما كانوا عاوزين نعملون ممكن جداً كمان الفكرة أن احنا ندخل بعض المنتخبات اللي مستوى خامس و سادس مش موجودة أصلاً أو ما كانتش موجودة على خريطة الناس تبدأ تبحث ويديها فرص كمان للظهور فيه فرق كبيرة طبعاً إنجلترا فرنسا ألمانيا لكن كمان فيه فرق على مستوى الليبل الخامسة و ستة بدأوا يظهروا يمكن بعضهم ظهر بشكل اللي بأس بي أكيد وفيه فرق كتير تأهلت للدور اللي بعده ولكن كابتن أن احنا برضو مبسوطين يعني بنشوف مطشط إنجلترا ألمانيا بنشوف فرنسا و دنمارك بنشوف ممبارات كبيرة ولسه حتى التوقف الدولي ده كان فيه مبارات كتيرة جداً ولكن حسن بشكل كبير مجموعتين من الأربعة فيه مبارات فيه نهاردة مطش جامد جداً ما بين إنجلترا وألمانيا طبعاً الصدام التاريخي وكلاسيك والتاريخي ما بينهم أماماً الاثنين ولكن زي ما أنا بقوله حضرها كابتن القصة كلها ماشي مبارات كويسة ومبارات فيها ندية ولكن الاهتمام على الصعيد اللعيبة وصعيد مديرين فنيين هم شايفين إنها تجهيز أكتر لبطولة كاس العالم وهي أفضل من المبارات